اشتركوا في القناة انجازات بيئة متكررة ومتقاربة لخلية نحل دائبة الحركة لا تكل ولا تمل تضع البيئة الكويتية نصب عينيها فتتحرك بنشاط وهمة بدافع حب الوطن وحماية البيئة البحرية الكويتية ومنها مؤخرا ما رفعه فريق الغوص الكويتي من مخلفات بجزيرة قارو ونحن نواكم معهم هذه التحركات السريعة من خلال إطلالة برنامج صباح الخيرية كويت على نشاطات أبناء الكويت ودعمه للعمل البيئي التطوعي لذا مشاهدين الكرام يصعدنا أن نستضيف اليوم الأستاذ وليد الفاضل رئيس فريق الغوص الكويتي ليتحدث عن جهود رفع المخلفات والمواد الضارة بالبيئة البحرية بجزيرة قارو وصبحك الله بالخير أستاذ وليد سبحان نور يهلا وسيلا والله يعطيكم العافية والله يعافيك وبالفعل ليثلج الصدر بأن هذا عمل تطوعي لا يوجد له مقابل إلا يعني سبحان الله أجر من الله سبحانه وتعالى يا رب إن شاء الله وأيضا يعني يثبت ولائكم للوطن صحيح طبعا أنا مثل ما قلت أن المخلفات والأشياء الضارة قد رفعت من جزيرة قارو يليس نتكلم عن الموضوع هذا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نشكركم على متابعتكم بصبع الخير ومشكورين على المقدمة الطيبة اللي قلتوها وفعلا يعني الشباب الكويتي مجتهد على مشاهدة الشعاب المرجانية وهو يفرح ويطمح أن تكون الشعاب سليمة نعم مثل ما احنا نحب بيكون البر سليم احنا هم البحر همنا بيكون سليم حتى تكامل بلدنا تكون جميلة ممكن تحكد البر سليم يعني مثل ما يتابع عندنا يكون سليم يا رب إن شاء الله وهاي فرصة هاليام بعد طلعات البر إن الناس تحافظ على البيئة بشكل عام الحقيقة لقينا إن بعض المخلفات موجودة على الشعاب المرجانية فدشينا في مشروع كبير باسم الفريق إن حطينا مثل هدف إن ننظف كل الشعاب موجودة بالكويت وفعلا بدينا في جزيرة أم المرادم من سنة 99 وشلنا 13 طن بعدين رحنا جزيرة قارو وشلنا 60 طن من مخلفات الغزو وبعدين رحنا كبر شلنا 20 طن مخلفات ثم المرادم شلنا 7 طن وحين آخر عملية لنا اللي خلصناها قبل كم يوم هو رفع 7 طن من المخلفات الضارة على الشعاب المرجانية جميل جدا يعني الأطنان هذه الله يعطيكم العافية هذا لابد أن تكون يعني قد رفعت على مراحل فكم مرحلة أخذت يعني هذه العمليات للتنظيفية وهو الحقيقة بعد خبرتنا وجدنا أن وجود الرافعة الكبيرة عشان ترفع الأنقاض أفضل شيء وقتها بعدما الغواصين يقومون بجمع كل المخلفات لأن هذه المخلفات متناثرة على الشعاب المرجانية وهي جاثمة عليها فش نسوي؟ بفعل الإنسان أو بفعل البيئة؟ لا لا أكثر شيء الإنسان أكيد المخلفات اللي طلعناها منها إطارات ومنها مكيفات مكيفات اللي كانت مسروقة من الجنود العراقيين من الجزيرة يوم صار يوم تحرير القاروب فرموا كل اللي باقوا رموا على الشعاب المرجانية حتى يعني يمديهم يعني يهربون وقبل لا ينقوا التحال أستاذ وليد الشعاب المرجانية هذا معناها مسكن الأسماك فلذلك هرب السمك وبدأ يعني يكون شحيح جدا في الأسواق مما أدى إلى ارتفاع السمك صح أو لا؟ بالميمية اللي حاصل أن أي تعدي بالنسبة لنا على الشعاب المرجانية رح يأذر على السلسلة الحياتية بالضغط بالشعاب المرجانية وهذا أمر يعني ممكن من يشوفه علشان شذية فريقوس كويتي حاول يبدع في عملية نقل صورة الحياة البحرية في الكويت حتى علاقة اللي ما لا علاقة بالوضوع يحس فيها وفعلا قعدنا أكثر من عشرين يوم كقواصين كلنا مجموعة اتباعا طبعا نشتغل كتر شيء بالعطل أساس قواصين متطوعين وقعدنا نجمع المخلفات بالكامل وكننا حذيرين لأن في أم المرادم قبل شم شهر طلعنا سبع غذايف ومدفع عراقي في قاع البحر ماشاء الله من 1900 موجودين نعم من مخلفات كان سواحل أم المرادم كان عليها دخائر فوية حركة المد والجزر الدخائر انزلت إلى القاع والشعاب المرجانية ملاصقة إلى سواحل الجزر الحمد لله كانت بالقاع ما كانت تطفو على سطح لا لا طبعا بالقاع وبلغنا الإخوان في الجيش الكويتي مشكورين وقاموا بتفجيرها وقاموا طبعا بيرفع المدفع والشيء اللي كان محزن والحمد لله أنه ما صار أن الغذايف موجودة مكان سباحة الناس فأشوى الحمد لله أنه طلع فكنا في قارو كنا حريصين أننا خاف نلقى غذايف لكن الكسح اللي سويناه خلال عشرين يوم الحمد لله ما لقينه لقينه بس من المخلفات العادية الحديدية وطبعا أنا بعض الحداقة وناس دقون علينا يقولون ليش تشيلوا المخلفات هذه أفضل الأسماك طبعا هي مو زينة للأسماك لأن المخلفات الحديدية تطلع الصدى والصدى يدمر المرجان فأنا أظن أفضل شيء نخل البيئة كما هي ولا نغيرها ونحط عليها وفعلا إحنا واحدة من الأشعال طلعناها سجادة كبيرة على المرجان يعني تصور المرجان أصلا يعيش على الضوء فأنت لما تسكر عليه فالمرجان راح يموت